اشتركوا في القناة بين المسؤولين والأهالي في مناطقهم من خلال الزيارات الميدانية للاستماع لملاحظاتهم واحتياجاتهم وتوفيرها بحسب الإمكانيات والموارد المتاحة مشيدا بجهود سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية وتعاون المحافظة في إنجاز المشاريع التنموية المختلفة ومتابعتها لسير الأعمال في هذه المشاريع وأشار سعادة الوزير إلى أن العمل جار ضمن استراتيجية الوزارة بتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في المحافظة الجنوبية والتي تسهم في تحقيق تطلعات المواطنين منوها إلى أنه تم الترسية مشروع إنشاء ممشى مدينة زايد بمجمع 718 ضمن التطوير الحضري للمنطقة وأوضح خلف أنه من المتوقع بدء العمل في مشروع تطوير طرق مجمعي 805 و807 في مدينة عيسى في الربع الأول من العام الجاري حيث يهدف المشروع إلى توفير خدمات البنية التحتية عالية الجودة لتحسين مستوى معيشة جميع المواطنين والمقيمين ترجمة نانسي قنقر